السلام عليكم ازايكم حبايب اعملين ايه ان شاء الله تكونوا بخير وبصحة وسلام يا رب النهاردة بازن الله هنعمل اكلة كده هي مش مصرية هي شامية اردنية تركية ما عرفش بس احنا بنحبها بس قبل ما نبدأ نصلي على سيدنا محمد وتدعموني كده بلايك وشير واشتراك في القناة اللي لسه ما اشتركش فضلا وليس امر وشكرا لكل اللي دعمني واشترك معي هنعمل النهاردة شيش باروك انا هعمل كوباية واحدة عجين كوباية هحط عليها زرة ملح ومية للعجن بس هي دي العجينة وهنسبها ترتاح شوية تبضل تأجيني فيها لغاية ما تاخد عجينة حلوة كده طريق خمس دقايق عشر دقايق بالنسبة للحشوة لحمة مع الصجر بصل ولحمة فقط وفلفل سود وملح وبعد ما تخلص وتبرد هنحط لها ورقتين نعناع اخضر او ناشف لو ما عندكش اخضر ومعلاقة بقدونس نيجي هنا للعجينة احنا عجلناها كويس افضل يبقى عجينة فيها وحط لها معلقتين زيت افضل ياجيني فيها لغاية ما تاخد عجينة طرية حلوة دول معلقتين البقدونس وورقتين النعناع اللي قتلكوا عليه نقلبهم بقى كده بعد اللحمة ما برد احنا هنا فردنا العجينة تفرديها سمك رفيع يعني تخلي سمك رفيع مش تخين وتقسميها بقى بغطأ زيزب بكوباية هي فيه مكنة للاشش براك بس طبعا احنا يعني ما بنعملوش كتير والمكنة دي مش متوفرة عندنا فدوان يغني مش مشكلة يعني هتقطعها كده ورقات كده صغيرة وتيجي تلميها من الحروف تقفليها وتروح يضمهم لاتنين على بعض هتديك الشكل الجميل ده على فكرة هي ما بتحتاجش لحمة مفرومة كتير يعني ممكن اربع خمس معلق لحمة يعني تعملك الكمية دي بالنسبة بقى للتسوية احنا ممكن بعد ما هنقفله هتحطيه في صاج ودخليه الفرن يتحمص وبعد كده هنحطه في تدبلة زبادي هورها لكم بس انا ما بحطهاش في تدبلة الزبادي في الفرن انت ممكن انا بحطها على طول في تدبلة الزبادي انا بحبها اكتر لان ما بدخلها الفرن وارجع هحطها في الزبادي بحيث ان هي نشفة يعني كده لكن كده يعني بتبقى طرية وطعمها حلو وكل واحد وزوقه في الاكل فيه بيحبوها في الفرن وفيه بيحبوها بنفس الطريقة اللي انا باكلها بيا الاكل ازوئ كده احنا خلصنا هنيجي بقى لتلت بيت الاستوس بتاع الزبادي هنشيل الوش مش هنستعمل الوش انا كباية الدقيق حطت لها ثلاث كبايات زبادي وكباية لبن كبيرة حبة تحطي لاربع كبايات زبادي حطي بدل كباية اللبن وهن وتحط معلقة نشا حبة تحطي نشا حطي مش حبة كده كده الدقيق هي يعيد معني في الزبادي وهنضربها كده على البارد يفضل تضرب في الزبادي واللبن لغاية ما يفكوا وبعدين هنحطهم في على النار اول ما النار تغلي هنروح حطين سقطين فيها الشيش باراك وتزبطي طبعا الملح هنجيب هنا الشيش باراك بعد ما قفناه نحطه على طبق ومرشوش شوية ديقش وليلين علشان ما يلزقش يا ريتي حبيبي ما تنسونيش في لايك وشير والشراك في القناة اللي لسه ما اشتركش وشكرا للتاني للي اشتركوا معي ودعموني كده خلاص استوى احنا سبناه ربع ساعة ممكن ياخد تلت ساعة وهنيجي هنا بقى ايه فاص طوم بشوية كزبرة من غير ملح هنشوحهم في حتة سمنة ونحطهم على الوش وبكده تكون وصفتنا النهاردة خلصت يا رب تنول عجبك وارضاكم سلام عليكم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة